سوف نتعرف على طريقة كيفية تفايل حفظ مسخة ممسوحة الأضواء في صور بعد مسح الضوئي نقوم بالضغطنة بتطبيق المسكان بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا ثم سوف نقوم بالضغطنة بعدها سوف نقوم بالضغطنة على مسح الضوئي بعدها سوف نقوم بالضغطنة على حفظ نسخ ممسوح الضوئي في صور بعد مسح الضوئي وهكذا قمنا بتفايل حفظ نسخ مسموح الضوئي في صور بعد مسح الضوئي وهكذا قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونعكم في فيديوهات القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة